بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و أتم التسليم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين حياكم الله متابعين الكرام مشاهدي برنامج مجال اسم النور و هذه الانطلاقة الجميلة برفقة الدكتور علي الكندري أستاذ الفقه المقارن و السياسة الشرعية في كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية بجامعة الكويت يا هلو يا مسألة دكتور حياك الله بعض رزاق من زبان عنك الله حفظك الله يبارك فيك و بجهودك يا رب العالمين حقيقة وجودك في ميدان التعليم من أكثر من 20 أو 25 سنة و أكثر تبارك الله حبينا نفرد حلقة اليوم في رسائل نوصلها لمعلميننا و معلماتنا اللي بيدهم أكثر من 600 ألف طالب و طالب اليوم فهذا عنوان حلقتنا الجميل اللي اخترنا معك إزاك الله خير الله يبارك فيك و لكن نخرج في فاصل ثم نعود لحضرتك بإذن الله متابعين الكرام فاصل و نواصل الحديث بعد ذلك مع فضيلة الشيخ الدكتور علي الكندري فكونوا معنا سأمضي طريقي و لن أنثني و لو هبتي الريح لن أنحني سأمضي طريقي و لن أنثني حياكم الله مرة أخرى مشاهدين الكرام و الترحيب مرة أخرى للدكتور علي الكندري حياك الله مرة أخرى دكتور معنا الله حييك الله أزاك تبساد المشاهدين حياهم الله الله حييك ساعة كبرك سبحان الله اقرأ باسم ربك الذي خلق و تعلموا العلم فإن تعلمه لا يخشى إنما يخشى الله من عباده العلماء أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحظ و إن لم يصح و لكن المقصد العلم 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 يركز دائما المنظومة الشرعية الإسلامية تركز على هذا المعنى العظيم و هذا الأس المبارك العلم و التعلم و القراءة و الاطلاع دائما نلاحظ سبحان الله الشريعة تؤسس على العلم فما هو السر دكتور علي بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد للعالمين و الصلي و بسم الله المحمد عبد الله و على آله و الصحبه و من و أوله و تبعه و أهله و بدونه بعد أشرح للطلاب في المحاضرة مثلا نتكلم عن القرآن الكريم كمصدر مصادر الشريعة و ثم تطلقنا إلى أول ما نزل من القرآن نعم فأول آية نزلت في القرآن الكريم اقرأ يعني إذا الله سبحانه و تعالى أول كلمة يقولها في القرآن الكريم اقرأ معناه أن إسلامنا هو إسلام العلم و إسلام الطلب يعني و إسلام الاجتهاد في التحصيل العلمي فيعني فعلا أول ما نزل يعني خلنقول ما قل صل صوم بثلا صحيح يعني أول شيء الله يبي منه عرفنا مراد الله سبحانه و تعالى من القرآن الكريم يبينا نحب العلم و نتعلم حتى نكون أمة متعلمة و العلم ضد الجهل و كل ما تعلمنا كل ما تنورنا كل ما تقدمنا كل ما ازدهرنا و طبعا الجهل ما يبني ظلمات و العلم يبني بيوت يعني لها اعمدة راسخة فإذن هذا هذا اللي هذا اللي تعلمناه من ديننا ديننا بدايته طلب العلم القراءة و القراءة للتعلم يعني خلنقولray التثقف و الازدياد صح يعني وقل رب زدني علمه آية آية فهنا كريم الله يقول فيها وقل رب زدني علمه مو بس يعني أبي الله يعلمني أبي الله يزيدني علم و يزيدني فهم و يزيدني فقه سبحان الله يعني إذن إحنا نحب التزود من المال مثلا و التزود من الأمور المادية و كذا لكن كذلك لا ننسى العلم يعني تزود بالفلوس و تزود معاشك و تزود المدخول مالك ليس ممنوع شر عن هذا و كيفك حلال بس لا العلم العلم فعلا يعني يأسسك يقويك لما تكون قاعد مع الناس من شاء الله يعني تعرف تشارك تعرف عندك طرح حلو و عندك هذيك الثقافة الزينة و تلفت الأنظار و توصل المعلومة و تؤثر في الناس احنا نحن قاعد ندرس بالجامعة أكيد مرة عليك و في المسيد في الإمامة و غيرها و في الخطابة يعني الحمد لله عندنا أكثر من مكان لكن لو نحن رحنا مثلا في أماكن التجمعات الدواوين القعدات الزوارة ما شاء الله أنت المرجع أنت اللي اللي تفيدهم أنت اللي كذا و بعدا نحن شنا و بدنا هم يشاركون يعني حمنا نقول حكي إخوارنا يعني أصحاب الفضيلة الدكات والمشايخ أنت تكلم و خل غيرك أيضا يشارك و يساهم درب غيرك ليم تانا اللي أتكلم و أتكلم كلهم قاعدين يسمعون لا أنا بأطرح و أسمح أكثر مما أقول ترى هذا هدف حلو مع الوقت إلا أنت ما شاء الله شفتم مثلا كلمانهم ما شاء الله قاعدين يزادون علم و خنقول من يعني وراهم ما يدرون إلا أنت مداق على هذا و داق على هذه شرائك تقولها النقطة الفلانية و أنت شرائك تقولها النقطة الفلانية و كذا كذا علشان نثل الحوار أو مثلا واحد من الحضور أو من الرواد يقول ترى إحنا ودنا نطرح القضية الفلانية شرائك تيها هذه الساعة نباركة إحنا بفوضة إحنا نقول من غير ما ما توصطونا بعد إذا وصيتونا زدتوا علينا يعني المسؤولية و هلأمان لازم يدلمنا ترى العلم زكاة التعليم الفلوس زكاة أنك تزكيها تدفعها العلم يدفع العلم قدم العلم يعني خنقول تأليفا وتعليما وبحثا يعني سبحان الله شوف يعني شيء شيء عظيم جالاته كثيرة جدا نعم فكل شيء لزكاة فزكاة العلمي التعليم سبحان الله يمكن اللي شاهدنا الآن يتمنى أنه و يؤسس أبناء على مثل ما ذكرت دكتور علي بحيث هذا الولد ينشأ له الطلاع في القرآن الكريم له الطلاع على السنة النبوية عنده ثقافة عامة عنده قراءات كيف يؤسس الأبناء بناء على منهج نبوي و ما سار عليه الصحابة بعد ذلك حتى يخرج لنا جيل فعلا مثل ما ذكرت دكتور نعم هم الشيء بالشيء يذكر قلت لكم من تمساء ذكرنا أن أول ما أول آية نزلت أقرأ أقرأ أيضا يعني له طلب العلم و حب طلب العلم لابد نقول للناس يعني أن تعلموا النبي سيقول اطلبوا العلم من المهد إلى الله و كذا طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون يرفع الله و الذين آمنوا و الذين أتعلم درجات فإذا هذا يعني هذا رمض فإحنا نقول شنو فأنا لما قاعد أقول لهم مثلا اليوم في المحاضرة أو أمس بالأحرى نعم قاعد أتكلف المحاضرة فقاعد أقول لهم أقول لهم أنتوا كثر ما تحفظون من الآيات و كثر ما تحفظون من القرآن كل ما تزدادون علم سبحان الله لما أنت تكون علاقتك كبيرة بالقرآن وتقرأ قرآن وايد وتحاول تحفظ بعض سماسور يصير عندك رصيد رصيد علمي قوي تشهر و سبحان الله يعني خلق نقول علاقة الكافرين قدخلت بمخك و في المعلومات دخلت قرآن فشوفوا بركة الآيات اللي حفظتها فهذه الآيات اللي بمخك لما تختلط يعني بالمخ ما المخ سبحان الله المخ يتبارك ليش لأن أنت ماس جاء بقرآن و ماس جاء بخرابيط وتفاعات وأمور فارغة لا أنا مازج عقلي و قاعد أعبي فيه قرآن 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 فأحنا نقول الولد إذا عندي ولد أبي أربي و أنا مثلا ما عندي وقت ولا مشغول ولا دوامين ولا عندي أبحاث ولا عندي أشقال ما أشقال فالقرآن يربيه الله نعم إذا عيزت عن تربية ولدك فإن القرآن يعلمه و يربيه فادفع بالأولاد إلى حفظ القرآن والحلقات و غيره يعني تحس وقول لك كل ماله ما شاء الله يزداد علم و نور و ثقافة و سبحان الله أسمد و نور كل هذا أنت قاعد أشوفه فهذا أيضا من علامات و مؤشرات الصلاح و كلنا والله نسعى إلى ذلك أسر الله يصلح عياننا و عيانكم اللهم آمين اللهم آمين و يبقى أيضا قطاع المعلمين و المعلمات الدكتور لهم دور كبير في صلاح الأبناء فعيالنا تقريبا يقعدون ست ساعات باليوم مع المعلمين و المعلمات يتعلمون منهم من أخلاقهم من كلماتهم من إشاراتهم حتى بعضهم حتى من نسبة قطرته يقول ودي أنسف مثل ما ينسف أستاذ الفلان الفلاني هل المعلم قدوة غصبا عليه أو أختياري للموضوع وهو الموضوع أجباري أختياري أجباري أن يروح المدرسة أجباري أن يروح الجامعة لكن باختيارة يقلد و يتلقى والله هذا سلوبه طيب هذا الدكتور أو هذا الأستاذ كذا فكل واحد فينا و مهارته في التعليم و جذب الطلاب و غرس العلم و تحبيب العلم في للناس يعني يكفي نحن أنا معاك من حسنات المعلمين أي والله يعني إحنا أولا الله ثم مدرسين يدرسون بالفدائي متوسط والثنوي والجامعة و الدراسات العليا إلا إحنا ما وصلنا هال إلا بفضل المعلمين طبعا يعني إحنا إحنا تخيلوا إحنا إحنا قاعدين أنا إحنا قاعد أقول هالفايدة هو الكلام الطيب و الله قاعد يآجر مدرسيني و علمائي و مشايخي و ديكاتورتي و اللي علمتهم تخيلهم اللي حي و اللي متوفي لكذا تجلي لهم الحسنات تخيلهم فهذا يعني والله ترى أحسن شيء تتمسك في العلم إذا نشرت لك الأجر إلى يوم القيامة انشر العلم انشر العلم أسنع نبي سنو قال بلغوا عني ولا واي حديث واحد لو تبلغ يمسيك الأجر إلى يوم القيامة الله أكبر أشوفك بداية ذكرت القرآن الكريم هل يعتبر القرآن الكريم جزء من العلم ولا هما لشغل في العلم والله القرآن العظيم من أعظم مناهل العلم العلم تاخذ من القرآن من السنة من اجتهادات الفقهاء و العلماء في الدنيا و الدين حنا ترى أيضا ما نقول بس تعلموا الشريعة لا تعلموا الشريعة نوقف على ريولنا و نمشي أمتنا و نتحدى الأمم الأمم ما نبي نتحداها لا في كرة ولا في فن ولا في شيء ولا نتحداها في العلم وأحسن شيء صراحي يشرف يرفع الرأس العلم ما فخرة ما فخرة أنه عندنا نحنا يعني أنا أستانس لما أعرف أنه كوكبة من الكويتيين عندهم براءات اختراع الله والله يجمع أستانس أنه كويتي قاعد يدرس في الدولة الأفلانية أنه يلقي محاضرات في أوروبا ولا في كذا يعني احنا ترى العلم ما لا جنسية العلم ما لا جنسية كل إنسان قوي بالعلم يقدر ينشر علمه مو بس بلده حتى خارج بلده لا و يبونه و يطلبونه و يتعزز مفاضي ما أقدر هالوقت أفلاني أقدر طالع أنت صرت عملة مرغوبة و كل ما نزداد علم كل ما أيضا نزداد علينا الطلب هذا إجماع والله شي يعني وايد وايد حلو الله أكبر المعلمين و المعلمات أيضا لهم دور تربوي في غرس القيم اليوم في أولادنا و بناتنا و نعاني دكتور أزمة قيم مقبلة على العالم الإسلامي و حرب شعواء حقيقة لضرب قيمنا وصولنا معتقداتنا تقاليدنا ديننا و أركاننا فما هي الوقفة الصحيحة التي يتخذها المعلم اليوم حتى يؤصل في نفوس الأبناء هذه المنظومة الإسلامية و ما تهتز مع كثرة الأمواج العاتية نعم تخلي تخلي الطالب يحب ربه يحب رسوله يحب قرآنه يحب دينه إذا حب هالأشياء العظيمة الرب و الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن و الدين يعني 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 راح يكون قريب يعني أنت لما راح يكون قريب من من إيمانه إيمانه و هو راح يعلم الإيمان يعلم الأدب يعلم الخلق يعني أنا الحين ليش مثلا أجتهد أبي الجنة ليش ليش مثلا ما أسوي معاصي أخاف من النار أنا أعبد الله حبا به أيضا و طمعا في جنته و خوفا من ناره أي طبعا أبي الله يحميني من النار أبي أدخل الجنة الجنة ما أدخلها بلاش بالشغل بالإيمان بالعمل بالأخلاق فإحنا يعني صجحنا يعني عيالنا مستهدفين من الأعداء أنهم يغيرونهم يعني يضلونهم و كذا كذا و فيه صراحة يعني مثلا غضية الحاد مالحاد الفسوات الأخلاق أخلاقي صحيح شوفوا إحنا يعني إعداءنا مو مخلينا نقعد راحة فأنت خلك دائما متيقظ كأنك أنت حارس على ثكنة عسكرية أو على الحدود ما أنت بأحد ما أنت بالعدو يدخل يدخل فإلا فشلون مثلا حين قاعدت بتحرس العيال و البيت و الأسرة إنما تدخل عليهم هذه الأفكار الضالة الأفكار و الدمار الأخلاقي و كذا كذا و سبحان الله يركزون على الأسرة سجل الأم و الأبو عليهم مسؤولية عظيمة و المعلمات أيضا عليهم مسؤولية عظيمة ترى إحنا قاعد نجتهد ترى بس والله المعلمات الله يزام خير قاعد يربون عياننا وايد و يعلمون عياننا وايد و يسسون عياننا يعني قاعد عياننا يخدم منهم علم و قدوة و سلوك و أخلاق و كل شيء فخاصة المعلمين المعلم الأبوي اللي تنا أبوهم يعاهم وكذا ويحافظ عليهم ويوجههم وكذا ويحنوا عليهم وشوية يقصوا وشوية يشد يكافئ يعاقب يشجع وكذا يعني سبحان الله ترى يعني لأن ليش؟ لأن عيانا قاعد يقضون مع المدرسة ساعات خمس ساعات أكثر من الأب وكل ساعة يمدرس بشخصية معينة بلون معينة بمادة معينة بعلم معين كل واحد قاعد يعني يعلمهم يثقفهم يربيهم وقاعد أقولكم يعني احنا ترى مدرسنا ترى والله علم ودين وأخلاق ومو بس علم يعني ترى يعني والله يعني من المدرس يقول لحق الطالب تعال أبيك يهضر بفرصة قالت ترى شفتك أنت مثلا يعني تصاروخ وشفتك مثلا كذا يأتبك يموزن نصراخ حضر رفيجيك يمكن أخذ أو حاشك بالغلط أو كذا فتحاول توجه تسايس مني وتقول لحق هذا أنت هدي أنت أشوفك صاير شفيك أنت زعلان يعني سبحان الله يعني الأبو هذا اللي فعلا هو يعني خليك تحب العلم وهو أبو ثاني يعني ترى المعلم أبو ثاني المعلمة أم ثانية في المدرسة بتوجه وتقيم فالله الله يا معلمينا وأنا أدري أنكم مشادين حيلكم مو مقصرين لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الله الله في عياننا ربوهم وجهوهم علموهم الشيء الطيب حذروهم من كذا يعني من أصدقاء السوء من الشبهات من الأمور التي فيها انحراف من كذا لأن صراحة لأن إذا خربت الأسرة اخترب المجتمع لأن المجتمع متكون من أسرة صلى الله عن إعطاء اللهم أمين يا رب العالمي نستأذنك دكتور في الخروج في فاصل ونعود لك بإذن الله بعد ذلك لنواصل هذا الحديث الجميل مع شخصك فكونوا معانا مشاهدين الكرام سأمضي طريقي ولن أنثني ولو هبتي الريح لن أنحني سأمضي طريقي ولن أنثني حياكم الله مرة أخرى متابعين الكرام مستمتعين اليوم بوجود الدكتور علي الكندير أستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت حياك الله دكتور مرة أخرى الله يحييك ساعة المبارك الله يحفظك ساعتك الله خير يمكن من المواقف الجميلة على مستوى التاريخ الإسلامي أن بداية غزوة بدر ونهايتها كانت بخروج الكفار بتعليم المسلمين يمكن دكتور صح؟ سبحان الله يعني عندما كان يتوقع أن السبيل نجاة الحرية وحريتها من الأسر أنه يعلم يعني شفت معنا تورغى العلم يعني أحسن تجارة تسويها مع نفسك ومع رب العالمين وأحسن حماية ووقاية لك في المستقبل يعني إحنا حين لو يعني سبحان الله لو صارت فينا مثلا لو صارت فينا ظرف معين يعني أشياء خارجة عن الإرادة وطلنطرينها فلما أسافر برا ما أتوهق أقدر أني أدرس وأعلم وأسس وأشارك في الأمر هذا وطبعا نفس الشغل اللي كنت أسوي في الكويت أسوي برا الكويت يعني بالعكس المعلم طاقة وحسافة أنها تنهد وحسافة أن المعلم يحكم على نفسه بالفناء وني خلاص أنا كبرت لا لا بالعكس والله العظيم كل الناس قال أعلمت لين من المهدي إلى اللحد الله فمن المحبرة إلى المقبرة الله إيه هذا العلماء يجمع ما في تقاعد في تحصيل العلم في تقاعد في العمل كيفك لكن تحصيل العلم ما يوقف ما يوقف كل يوم تزداد علم كل يوم نور على نور على نور إذن إحنا نشوف مثلا يعني إن الكفار لما نأصرهم المسلمين الكافر اللي ما عنده فلوس يدفع حق المسلمين عشان يطلقون صراحة أو يفدي نفسه قلنانا تعالي بهذا العيال ندرسهم فصار تدريس والله أنا عندي ذاك الوقت أحسن من الفلوس شراحة الفلوس تروحوا تهي أما العلم يبقى بس العلم يبقى لا أوهي بالفلوس يا السلام ترى العلم أوهي اللي ييب الفلوس سبحان الله نسأل الله يا رب أن تكون عندنا هذه الأفكار الجميلة لصناعة مستقبلنا الواعي من الأبناء بعض المعلمين للمواد العلمية يمكن دكتور يقول أنا ما يعني ما أعطي وقت حق المواد الشرعية كي أتعلم لا القرآن ولا الفقه ولا فذلك نشوفهم يعني في الحج وغيره العلم الشرعي بحيث أنه صاحب علم دنيوي مثلا نعم وهو الأصل أن المفروض أنه ما في ما في تنافر بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي لأن العلم الشرعي هو اللي دفعني حق العلم الدنيوي يعني أنا ما انطلقت لتعليم العلم إلا بدافع ديني ديني أمرني إني أتعلم ديني يبيني أتثقف ديني يبيني أتنور إذن إذن أول شيء أنت الإنسان اللي اللي عندك العلم الدنيوي اعلم أن ديننا وهو اللي حتنا العلم نصر سواء الشرعي أو الديني وبعدين ترى ما في ما في أي تعارض بين بين علمك الدنيوي لو أنا مثلا أنا مثلا في علم الرياضيات ولا في علم الهندسة ولا في علم الطب ولا في علم المحاسبة وغيره إيش إيش المانع يعني صحي هل يعني العلم الشرعي يوقف بالعكس أبدا ترى والله اثنين هم يصبون اثنين هم يعني أنت أخذ من الأساسيات التي تحتاجهم وخلك في العلم الدنيوي تبحر وتعلم نحن ترى بالعلم الديني نعم خاصة حق أهل العلوم الدنيوية ما نبي بيسر العلماء نبي يعرف شون يصوم شون يصلي الأصول الأكي الأساسية كذا والأخلاق ما أخلاق وكذا كذا إذا يلحج يعرف شون يحج رمضان يعرف شون يصوم زكار ما زكار الله يكثر خيرك ويزاك الله خير بس أنا ما بيكثر عالم دين وشيخ وخطيبة أنت إذا ما شاء الله ما شاء الله فيك طاقة وفي قدرة كذا فحيهل بالعكس روح الله وياك عسى الله يسمح دربك وعطن نفسك والعلم يعطيك فالعلم إذا عطيتها كلك عطاك نصة إذا عطيتها نص وقتك ما يعطاك شيء فهذا إله التحصيل إذا ما في منافات بعلمك الدنيوي امزجها بالعلم الديني لأن أصل العلم الخشية ليش إنما يخشى الله من عبادة العلماء إذا هذه تفسير الآية أكثر الناس خشية من الله سبحانه وتعالى العلماء من العلماء علماء الدين وعلماء الدنيا أكثر ناس يخافون الله سبحان الله لأن عندهم رأوا الآيات الكونية نعم يغشلون شوف العظمة الله في كل شيء ربعا هذا اللي بعد يشوف شيء يعني يؤمن بربع عظيب يكون هذا شلون بهالنظام والترتيب وهالدقة كل شيء كل شيء عنده بمقدار قلت لكم لو الشيء تغير بالكون معناها ينهار معناها يوم القيامة إذا اختل شيء بالكون يعني هذا هذا يوم القيامة إذا الأمور ماشى حسب الصلاة المستقلة وكما أرادها الله سبحانه وتعالى لحنا لا الحين يعني ما في شيء لحين ما رح يوم القيامة للكون الشمس تغير حارة إذا الشمس كورت إذا نجوم نكدر قاعد نقول تغير نظام الكون القبور بعثرت صاير إذا هذا الخلل بالكون معناه اللي هو يوم القيامة لكن أدام إذا الأمور ماشى تمام وإحنا مش تهدين ونطلب العلم ونعلم ونكد ونكدح ونعمر بلدنا ونسعد ونشرف بهذا الشيء ربي أولادنا ننشر الخير ننصوب نتصدق ننزور نعزم نطلع نمرح نسافر نسوي كل شيء حلال بالدنيا ونعيش بالدنيا ونستمتع فيها ولا تنسى نصيبك من الدنيا صال صوم وكذا لكن أيضا لا تنسى نصيبك من الدنيا الدنيا هم هم لها حق عطها حقها بالقدر اللي ما يلهيك عن واجباتك الشرعية جهود هذه الدولة المباركة في المدارس وتجهيزها وكفاءة المعلمين وتدريبهم وحضرتك أكيد في هذا القطاع من أكثر من ثلاثين سنة تبارك الرحمن نعم يعني شهد مثل هذا كيف تقيم هذه الجهود والله صراحة يعني الله الزام خير يعني دولتنا أعلم على جميع المستويغة سواء الجامعات أو الكليات أو مثلا المدارس يعني بأنواعها الثلاثة الثناوية المتوسطة والإفدائية صراحة كل سنة شغلهم على قدم وساق يشتقلون قبل لا تبدل المدارس يعدون يجهزون وأيضا لما لما نبلش بالدراسة شوف عاد أخذ التوجيه أخذ يعني الناظر المنصوب الوكيل المنصوب المدرس الأول المنصوب يعني التعليم خلية نحل الكل قاعد يشتغل فيه ناس مسؤولين فيه رئيس ومرؤوس لكن صراحة يعني يعني خل نقول أنت لازم تعد المكان تعد المكان بكامل احتياجاته و يعني تهيئ المكان قصد مكان طلب العلم يعني القاعات أو أو الصفوف أو كذا كذا كلها تكون تمام وهيئة شيء مرتب ونظيف الطالب يقدر يعني الحمد لله إذا حر عندنا تكيف إذا برد عندنا دفايات وذا كذا فالحمد لله هذا كذلك عندنا أيضا برادات الماء موجودة كذا أيضا الأكل النظيف مثلا أنا به مثلا يقول لنا شغلات مثلا ما نقول ما هي الصحية جودة عالية الحمد لله أما حديثي من جزارة التربية أنه ما يبون مثلا معلش بعض المشروبات بعض السوار بهذه الهبة ما الهبة لا هذه كيف كنتوا برد أنا كناظر أدرسها لا والله ما أرضى مثلا أنه يباع لكل شيء طيب كل شيء مفيد حق صحة صحة الطالب أنا أعطي أنا بيدي أبيع لشغلات مشروبات أبيع سوار في غذا تأثري أنا مو بس على العقل أنا حتة أمور للضر الأسنان يعني بس حلاو ككاو فهذا هم بعد أقول لكم حتة المرهاض يعني فشوف حتة المدرس يعلم النظافة يعلم النظافة الشخصية فرش أسنان فرش أسنان وكذا قصة ظافرة وشعرة ما يكون كذا وأشياء والله يعني ترى المدرسة والله يعني تربي وتعلم يعني وقالت لا بس أنت تي شيرت معين قالت لا صورة ما صورة ما يصير البس التي شيرت السادة اللي ما في لا علامات لا لا لاحظ لي صورة بطل صورة مدري كذا صورة لا تنبيه مهم هذا هذا السروق هذه ثغافة لا تخليه يلبس إلا شيء يلق في المجتمع في العادات في قيم المجتمع يمكن كما نحافظ على صحة الإنسان نحافظ على عقل الطالب الآن الهجمة الشرسة على العقول خاصة في الأفكار الإرهابية تفجير دولتك والله اطلع خرب كذا الخروج اللي قاعد يحصل الآن في كثير من الدول مع الأسف ونتائجة وخيمة على مستوى العالم هلاك الديار ذهاب الأمن ذهاب الأمان قتل الأنفس المعصومة أهدار الدماء ترى كله يبدأ بفكرة رهابية صغيرة كيف يسعى المعلم اليوم مثل ما يحافظ على صحة أبنائنا أن يحافظ على صحة عقولهم أيضا ويصنع حامية من هذه الأفكار الشادة نعم لأن صحيح هو المعلم يجب يخلق لنا طالب علاقته بالله عز وجل كذا وبالآيات والأحاديث يلزم أن تزم كذلك الأفكار يعني المعلم لما يبي يعلمهم على خلنقول العلم يعلمهم على الشيء المفيد على كذا لابد أيضا أنه يحذر احذروا من شدي دير باركم من شدي من كذا بصريح يصارحهم يصارحهم وتوضح لهم لأن هي أوقاتي يتخلو لك على طريق لعبة ما لعبة معينة لعبة يعني هي لعبة لكن من هذه اللعبة يأتيك السموم يأتيك هذا الأمور التي تهيئك وتسحبك إلى هذا الانحراف ولا أنت ما تشوه نفسك كأنك عضو أو ست أداة تبيد هذه الفئة الضالة المقربة فيستهدفون الشمام صحي بهذا يتخلو من الشيء الباب اللي يحبه لكن يقعد ويغوي احنا كنا نخاف من الأغواء الأخلاقي لكن حتى جماع الأغواء الفكري مصيبة مصيبة لأن هذا عقل وهذا باشي راح يكون أبو وهذا راح يكون أخو عود فشون يبون يوجهون أخوانهم الزقار أو في البيت ومم بيت إذا هم قاعد يتأثرون في هذه الانحرافات يحببون الأفكار هذه الشاذة سواء أفكار أفكار غير أخلاقية ولا أفكار إرهابية تفجيرية من تفجير ما تفجير وكذا يعني نقول حق الناس عيالة راح نحن مسلمين طريح دولتنا دولة الكويت دولة إسلامية أنه أصل فيهم هذا المال أي كذا وبعدين أصل في حب الوطن المسلم مو دولة مو الكويت دولة إسلامية حب دولتك أخدمها أرعاها أسعى في مصالحها مو تروح تخرب فيها مو تروح تقتل أو تفجر أو تحط كذا أو تسوي كذا أي المرة هذه فخلا خلا خل عنده خلاص يعني حب للوطن انتماء وانتماء وما لا يمكن أن إثر الواحد يقول لا لا ما يصير يا شرعان أنا 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 أستسوي شذير خلاص ما شاء الله شصيدة أغوية مو واحد يقول لا والله أنت مالك أنت بس أخذ هذا وقطه بالمكان هذا ما يدرنا داخل متفجرات طبعا نحاف نتمنى عفوا المطار المطار نقول حق عيالنا لا تأخذون منحد شيء بالمطار يقول ود هالشغلة هتكفى معك والله يلقى هالشغلة كذا كذا ردة وإيه فأقول له آسف وتعذر منه وصرف بإحسان لا تشين هذه أمور معروفة فهذه أيضا بالوطن بالوطن نضيع طانب هالشي الله مستعى كل الشكر والتقدير لوجودك معنا دكتور علي الكندري أستاذ الفق المقارن والسياسة الشرعية في كل شريعة و الدراسات الإسلامية على هذه الإطلالة الجميلة و هذه الرسالة الجميلة للمعلمين والمعلمات نشوفكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته